نرقى بجمال الأخلاق وغدا تزهر خيرا فينا يمن قد صدن بها الدنيا وبها قد أزهر وادينا نرقى بجمال الأخلاق وغدا تزهر خيرا فينا لكم إن القرآن من أوله إلى آخره يدور في خطابه للناس على محورين اثنين المحور الأول الدعوة إلى العلم المحور الثاني الدعوة إلى الأخلاق الإنسانية الراشدة والسبب في ذلك أن الكتاب الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة بل هذه الخليقة إنما جاء ليسر للناس سبيل الرقي الحضاري والتخلف من التخلف وأسبابه ولما كان سلم الرقي الحضاري يعتمد على عاملين اثنين كما قلنا لا ثالث لهم العامل الأول العلم والعامل الثاني الأخلاق الإنسانية الراشدة وقد كانت دعوة القرآن إلى هذين العاملين إذا حدثنا القرآن عن العقائد أو حدثنا عن العبادات والسلوك وأنواع السلوك إذا حدثنا عن تاريخ الأمم للاعتبار فكل ذلك يدور إما على محور الدعوة إلى العلم تعالوا فتعلموا أيها الناس وإما يدور على محور الدعوة إلى التخلق بالأخلاق الإنسانية الراشدة وقلت في آخر الحلقة الماضية وأريد أن نتذكر هذا الذي قد قلته لكي أبني عليه الشيء الجديد كل أمة أتيح له بأي وسيلة من الوسائل أن تتجه إلى العلم العلم بمعناه الشمولي العام فتخلص له في حياتها وتتعشقه وتسير في طريقه إلى النهاية ثم في الوقت ذاته تتجه إلى الأخلاق الإنسانية الراشدة فتصطبغ بهذه الأخلاق لا بد أن تتقدم صعودا ولا بد أن تتخلص من التخلف وعوامله وأسبابه سواء سلكت هذه الأمة هذا السبيل عن طريق الدين والأوامر الإلهية أو سلكت هذا الطريق بوسائل أخرى وتذكرنا في هذا قرار الله سبحانه وتعالى القائل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا قانون أرساه الله عز وجل في هذا الكون وهو أن كل جماعة تحلت بالعلم ثم تحلت بالأخلاق الإنسانية الراشدة في تعاملها بعضها مع بعض لا بد بمقتضى هذا القانون لهذا المجتمع أن يتقدم صعودا وأن يتحرر ويتخلص من التخلف بكل أشكاله وعوامله ولكن تعالوا ننظر إلى الأمة العربية التي تنزل فيها كتاب الله القرآن الذي يتمحورها ويدور على هذين الأمرين العلم والخلق كيف كانت الأمة العربية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آل أمرها بعد ذلك لا داعي إلى أن ندلل ونبرهن على الحقيقة المكررة في أذهاننا جميعا من أن العرب كانوا قبل نزول القرآن وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال التخلف إن فيما يتعلق بالجهل والأمية والتشرذم وحياة البداوة وإن فيما يتعلق بالأخلاق المذمومة المتمثلة في الرعونات والمتمثلة في الأنانية والكبرياء والعصبية ولذلك فقد كانت الحروب تقوم ولا تقعد مما بينهم وكانت الدماء إذا سالت لا تكاد تجف هذا كله معروف وهذا مظهر من مظاهر التخلف لما بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اتجه القرآن إلى أولئك الناس يربيهم من خلال تحبيب العلم إلى قلوبهم ومن خلال دعوتهم إلى الأخلاق الإنسانية الراشدة وظل يدعوهم ويأخذهم بهذين المحورين يوما بعد يوم حتى ترسخت محبة العلم بين جوانحهم وترسخت محبة الأخلاق الفاضلة في نفوسهم عن طريق الإيمان بالله وعن طريق الخضوع لحقائق العبودية لله عز وجل وعن طريق الإيمان بأن ما يدعو إليه القرآن حق إن عتقوا عن التخلف الذي كانوا يعانينه وخلال خمسة وعشرين عاما تحولوا من أقصى درجات التخلف إلى أعلى درجات التقدم الحضاري بل إنكم لتعلمون أن الحضارة العربية التي قامت على دعائم الإسلام أنهت الحضارات ولا أقول الحضارتين بل الحضارات التي كانت معروفة في ذلك العصر في أرجاء الدنيا كلها إذن الشيء الذي ينبغي أن نعلمه هو أن الأمة العربية قد وصلت إلى أوج الحضارة عن طريق كل من هذين العاملين العلم أولا والتخلق بالأخلاق الإنسانية الراشدة ثانيا ولكن دخلت الأمة العربية هذا المدخل عن طريق الدين عن طريق الإسلام وهذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب أي لو أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث فيها ولو أنهم لم يصخوا إلى كلام الله ويستيقنوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى ومن ثم رأوا أن هذا الكلام يدعوهم إلى العلم والتبصر به والتخلص من الجهالة بكل أسبابها ويربيهم على تعشق العلم ثم يربيهم على الأخلاق الإنسانية الفاضلة لو لم يأتهم القرآن ويربيهم على الأخذ بهذين العاملين لبقوا في أودية تخلفهم ولظلت الأمة العربية تترنح في أودية تخلفها وجهالتها تماما كما كانت بل لا زادت استغراقا في التخلف وأسبابه وعوامله إذن الشيء الذي أريد أن أقوله إن الأمة العربية تميزت عن الأمم الأخرى التي تبوأت أيضا عرش الرقي الحضاري الأمة العربية اختلفت عنها بأنها وصلت إلى أوجها الحضاري لكن عبر بوابة الإسلام عن طريق الإسلام طيب حسنا ما الذي يترتب على ذلك؟ أيها السادة والسيدات الذي يترتب على هذا أمر خطير وأمر هام جدا وهو أن هذه الأمة التي ذاقت طعم التقدم بواسطة الإسلام والتي انعتقت عن تخلفها بواسطة الإسلام ينبغي أن تعلم أنها كلما كانت وفية لهذا الدين الذي كان هو سبب تقدمها فإن تقدمها لن يتخلف عنها وإن رقيها الحضاري لن يغيب عن حياتها بشكل من الأشكال طالما كانت هذه الأمة وفية للسلم الذي بيرتقت إلى أوج الحضارة طالما كانت هذه الأمة وفية لهذا السلم الذي هو سر انعتاقها من التخلف التي كانت مضرب المثل فيه إلى الرقي الذي أصبحت مضرب المثل أيضا فيه فإن هذه الأمة ستبقى متبوئة عرش التقدم ستبقى متبوئة عرش الرقي الحضاري ولكن إذا ما تنكرت هذه الأمة للدين الذي كان هو سبب تقدمه إذا ما أعرضت عن هذا السلم الذي كان هو مرقات صعودها إلى الحضارة فلابد أن ترجع وتعود إلى النقطة التي كانت فيها هذه هي الحقيقة التي تترتب على الأمر الذي عرفناه فيما مضى وهذه الحقيقة أيها الإخوة ذكرها العلماء لا أقول علماء الدين بل علماء الاجتماع العرب وفي مقدمتهم ابن خلدون ارجعوا إلى مقدمته وهو يتحدث عن الأمة العربية وخصائصها والبوابة التي عضرت من خلالها إلى الرقي الحضاري تجدون هذا الكلام مذكوراً ومفصلاً بأدلته العلمية أعود فأقول لأن هذه الأمة إنما وجدت سبيلها إلى العلم وإلى الخلق عبر بوابة الإسلام وعبر الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى فالقرار الاجتماعي والمنطقي بل القرار الرباني هو أن هذه الأمة طالما التي كانت مدينة في رقيها الحضاري للإسلام طالما كانت وفية لهذا الإسلام الذي هي مدينة له طالما كانت مخلصة في التمسك به فإنها ستظل تتعشق هذين العاملين العلم والخلق الإنساني الراشد ولكن لو عنا لهذه الأمة في يوم من الأيام أن تتفكر وتقول نحن أصبحنا أمة ذات ألق حضاري وقد تحررنا من تخلفنا وأسباب تخلفنا فالقوة أصبحت تحت أيدينا والغنى داخل في سلطاننا والحضارة بكل مقومتها مسخرة لنا فلسنا بحاجة الآن إلى السلم الذي به كان رقينا لم نعد بحاجة إلى الإسلام الذي استخدمناه للوصول إلى هذه النتيجة ومن ثم فلسنا بحاجة إلى الإسلام الذي استخدمناه لو أن هذا خطر في بال أي مننا وربما يخطر فالنتيجة لا شك هي التالي إن الأمة التي لم تجد سبيلها إلى الحضارة والرقي إلا عن طريق الدين لابد أن يكون الدين رفيقها في رحلتها دائما ولابد أن يكون الدين هو أليفها في سيرها دائما حتى تظل الحضارة ملكا له وحتى تظل متبوئة عرش رقيها وتقدمها فأما إن تنكرت لهذا الإسلام الذي هي مدينة له ووضعت في خيالها هذا الوهم أنها قد تخلصت من الحاجة إلى الإسلام لأنها تبوأت عرش التقدم فلابد أن تعود القهقر إلى النهج الذي انطلقت منه من الذي أدرك هذه الحقيقة جيدا أيها الإخوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم جميعا إن تأملتم ستعرفون الجواب الذي أدرك هذه الحقيقة جيدا واستخرجها من كتاب الله سبحانه وتعالى ولسوف أتنو عليكم الآيات الدالة على هذا هو عمر بن الخطاب يوم ذهب قبيل طاعون عمواس إلى الشام واستقبله أبو عبيدة على مشارف الشام جاء عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام بوضعه المعروف فيه يرتدي مرقعته كان يلبس في غالب الأحيان ثوبا قد رقعه بما لا يقل عن اثنتين عشرة رقع وجاء إلى بلاد الشام وهو يرتدي مرقعته هذه وكأنه يتحرف داخل المدينة المنورة استقبله أبو عبيدة وهمس في أذنه قائلا يا أمير المؤمنين أباطرة الشام غدا سيستقبلونك ولو غيرت من هذه الهيئة أمامه تألم عمر لهذا الكلام ونظر إليه قائلا أوه يا أبا عبيدة لو غيرك قال لجعلته نكالا للإسلام والمسلم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله هذا الكلام عجيب في دقته وعجيب في استحلاب القانون الاجتماعي منه عودوا إلى هذا الكلام وتأملوه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام أي لو أن سبيل رقينا الحضاري كان غنا ورثناه أموالا استخرجناها من باطن الأرض لو كان سبب ألقنا الحضاري ميراثا ورثناه عن أجدادنا وعن من كانوا قبلنا إذن لكان علينا أن نظهر أمامهم العوامل التي بها كانت حضارتنا الغنى إذن ينبغي أن نظهر غنانا العلم إذن ينبغي أن نظهر علمنا الميراث الذي ورثناه عن أجدادنا ينبغي أن نتباهى بما كان عليه أجدادنا وأجداد وأجدادنا ولكن الشيء الذي تفجرت منه هذه الحضارة لنا والعامل الذي نقلنا من وادي التخلف إلى أوج الرقي ليس هذا ولا هذا ولا ذا وإنما هو الدخول في الإسلام بوابة الإسلام هي التي أسلمتنا إلى العلم ثم هي التي أسلمتنا إلى الأخلاق الإنسانية الراشدة إذن ينبغي حيثما ذهبنا أن نرفع فوق رؤوسنا الراية التي تعبر عن السبب الذي على أساسه تم تقدمنا وبواسطته تم انعتاقنا من التخلف ما هو هذا الأساس الذي به تحققت حضارتنا الإسلام لأن الإسلام هو الذي أسلمنا إلى العلم وأدخل محبة العلم في قلوبنا والإسلام هو الذي حبب إلينا الأخلاق الإنسانية الراشدة وكره إلينا الفسوق والعصيان والفجور والأخلاق السيئة التي كنا نعانقها فإذن ينبغي أينما ذهبنا أن يكون لسان حالنا ناطقا بالاعتراف بأن الإسلام هو الذي سمى بنا صعوب هذه الحقيقة تقتضيني عندما أخرج من المدينة أو من الجزيرة العربية آتيا إلى بلاد الشام ليستقبلني الأباطرة وزعماء هذه البلدة ينبغي أن يروا في كياني ما يدلهم على هذه الحقيقة لو أنني أظهرت لهم من الثياب ما يفعله أباطرته ولو أنني تجملت من الثياب بما يتجمل به قادة الفرس ولو أنني أظهرت من الغنى ما يظهره ويتباه به أصحاب الحضارة الرومانية أو اليونانية أو غيرهما فمعنى ذلك أنني أقول لهم هذا هو السلم الذي به وصلت إلى الحضارة معنى ذلك أنني أقول لهم بهذا الغنى استطعت أن أتغلب عليكم وفي هذا خيانة للدين الذي أدين له في هذا خيانة للإسلام الذي به تحقق تقدمي بل في هذه الحالة ينبغي أن آتيهم كما كنت قدر قبل الإسلام من حيث المظهر أتعرفون عمر في الجاهلية كيف كان في مظهره كيف كان في شكله كيف كان في ثيابه عمر هو هو ذلك لأن الذي جعله يتغلب عليكم وجعله واحدا من حراس هذه الحضارة ليس هو شيئا من هذه المظاهر وإنما هو الإسلام بالإسلام تعشقنا العلم وبالإسلام تعشقنا الأخلاق الإنسانية الراشدة إذن ينبغي لكي يعرف هذه الحقيقة أن لا يجد فيه مظهرا من المظاهر التي تقتضيني أن أتبوأ عرش التقدم والرقي الثياب الجميل لا سيتمتع بشيء منها مظهر الغنى لا يبدو عليه شيء من هذا الغنى الألق الحضاري الذي ورثه عن الأباء والأجهد لا يتراء فيه شيء من ذلك إذن ما السبب سيدركون أن السبب هو الإسلام هذه الكلمة مخرت عباب التاريخ أيها الإخوة هذه الكلمة اخترقت الأجيال جيلا بعد جيل تستقر في عقول الناس وليصبح قانونا هذا الكلام أيها الإخوة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله هذا لا ينطبق على الأمم الأخرى وهنا نجد الجواب عن سؤال يتكرر كثيرا أمة من الأمم بواسطة العلم مباشرة وصلت إلى الحضارة بواسطة العلم مباشرة التفتت إلى الأخلاق الإنسانية الفاضلة فتحققت بالأخلاق الإنسانية فيما بينها وتحققت أيضا رغبتها العلمية بدون دفع ديني وبدون دفع إسلامي أو نحو ذلك هذه الأمة لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأمة العربية بشكل من الأشكال قد تجد أمة من هذا القبيل تلتقي فيما بينها وتتحد ويجتمع شملها من نسار وأنت تنظر فلا تجد أن هناك دينا يجمعها قد تجد الدول الأوروبية الآن وهي مختلفة في اللغات ومختلفة في الأعراق تجد أن أسباب الفرقة تتساقط شيئا فشيئا مما بينها وأنها تتجه بسرعة إلى الوحدة وإلى التضامن وإلى التعاون بأعلى الصور ذلك كله الحضارية ويتساءل أحدنا أين هو العامل الديني الذي يجذبها إلى ذلك لا تجد تنظر فتجد هذه الأمة تتجه إلى العلم وتتعشقه وتعتز به بكل معنى الكلمة وتنظر فتجد أن هذه الأمة التي تتعشق العلم ومن ثم تجد أن الأخلاق الإنسانية الراشدة كثيرا ما تجدها شائعة فيما بينها تجد العلم زائد الأخلاق قد سمى بها صعودا إلى درجة التقدم الحضاري ويسأل السائلون ألسنا أمة مسلمة وأليس أولئك الناس بعيدين عن الدين يأخذون من الدين قشوره ومظاهره التقليدية ولا يقيمون وزنا لحقائقه فلماذا تقدموا وتخلفنا لماذا ارتقوا إلى عبر السلم الحضارة إلى أوجه ولم يتحقق هذا لنا الجواب عرفتموه الآن أيها الإخوة نحن أمة أعزنا الله بالإسلام كلما كنا أوفياء لهذا الإسلام حقيقة لن تتخلى العزة من عنا أبدا ولكن عندما نسكر بالنتائج التي أكرمنا بها الإسلام والثمرات التي قدمها لنا الإسلام من غنى من حضارة من علم ونحو ذلك ثم إن السكر يدفعنا إلى أن نتجاهل هذا الإسلام الذي هو صاحب الفضل علينا في تاريخه ونتداعى إلى التحرر من أوامره ووصاياه التي بها وصلنا إلى هذا الأوج ما النتيجة التي لابد أن نجدها أمامنا طبق هذا القانون القانون الاجتماعي المنزل من عند الله والذي يطبق في هذا الكون كأن الله عز وجل يقول لنا جواز مروركم إلى التقدم الحضاري هذا أما وقد ألقيتم بهذا الجواز وراءكم ظهريا إذن ينبغي أن تعودوا إلى ما كنتم عليه وابحثوا عن جواز آخر إذن لأنفسكم نحن أمة هكذا كان طريقنا إلى التقدم أما الأمم الأخرى فينطبق عليها قول الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محفورا تلك الأمم لم تدخل معارج التقدم ولم تسر في سلم الرقي عن طريق الدين عن طريق الإسلام وإنما بذلت العرق عن طريق اتجاه رأسا إلى العلم لأنها أدركت أن العلم هو الأداة الأولى للحضارة عن طريق الأخلاق فيما بينها لأنها أدركت أن الأخلاق التعاونية هي التي تكون سدى ولحمة وحدة الأمة وينطبق عليها القانون سواء كان ذلك عن طريق الدين أو لم يكن ذلك عن طريق الدين ولكن لو أن أوروبا كان سبيلها التاريخي إلى التقدم هو الإسلام بواسطة الإسلام فتحت عينيها على العلم بواسطة الإسلام فتحت عينيها على الأخلاق الراشدة ثم إنها تركت الإسلام وأعرضت عنه والله الذي لا إله إلا هو لن تجد نفسها إلا أمام عود إلى تخلفها السابق ستجد نفسها منصرفة إلى التفرق والتشتت تحلم بالوحدة ولا تستطيع أن تتحيد ستجد نفسها تعود إلى حالة من الفقر والضنك تحلم بالغنى وتبحث عنه ولا تجد سبيلا إليه لماذا لأن البوابة التي دخلت عبرها إلى التقدم كان الإسلام لكنها في الواقع سلكت مسلكا آخر إلى التقدم والرقي الحضاري ما ينطبق على تلك الدول لا ينطبق على الأمة العربية نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وهذا الكلام له تتمة ربما على جانب من الأهمية سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقات الآتية إن أحيان الله والسلام عليكم نرطى بجمال الأخلاق وغدا تزهر خيرا فينا لمن قد صدن بها الدنيا وبها قد أسهر ودينا نرطى بجمال الأخلاق وغدا تزهر خيرا فينا